السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم متعبين على قناة The Future Coin او قناة بيتسي ورليد عالم البيتكوين بهذا الفيديو راح تتكلم عن وصول العملة تيرا لونة كلاسيك الى الواحد سنت او العشرة سنت او حتى الواحد دولار وهل في احتمالي لتوصل لهاي الاسعار راح تعرف اجابة بهذا الفيديو طبعا راح تتكلم كل عقلانية ورح نحسب الماركت كاب وعدد القطاع العملة اما باش الفيديو بتتمنى تنطط على زر اللايك وتشترك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمي خليكم معنا اصدقائي لبعد الاندرو طبعا اصدقائي كتير من الاسئلة وكتير من الطريقات اجتني بالفيديو السابق عن احتمالي توصول عملة تيرا لونة كلاسيك الى الواحد سنت او الواحد دولار او العشرة سنت بعد الفيديو اصدقائي راح نجاوب على هذه الاسئلة وعلى هذه التعليقات الموجودة امامكم خليكم معنا نهاية الفيديو طبعا اصدقائي مثل ما نعرف عدد قطع عملة تيرا لونة كلاسيك 6 دوليون قطعة 904 مليار قطعة وماركت كاب يتجاوز الى 2 مليار ونصف دولار طبعا اصدقائي حاليا عملة تيرا لونة كلاسيك بالامس ارتفعت وصلت الى مقاومات اللي رسمناها بالفيديو الماضي سعر العملة 0.3039 وصلت الى الى 40.43 باقي 0 فقط لنصل الى الواحد سنت هل وصلنا الى 1 سنت مؤكد ام لا طبعا رح نحسب الارتفاع ورح نحسب الشد نحتاج لحتى توصل العملة الواحد سنت طبعا اصدقائي عندي موقع اسمه ماركت كاب اوف بيحسبلك سعر العملة حسب الماركت كاب العملة الثانية متلا انا رح اختار هون عملة تيرا لونة كلاسيك تيرا لونة كلاسيك اصدقائي قلينا اف ترجمة تيرا لونا كلاسيك حاليا بهذا السعر طبعا بدي أعرف شد بيوصل سعره إذا وصل الماركت كاب نفس ماركت كاب الإثريوم طبعا إذا وصل الماركت كاب الخاص بعملة تيرا لونا كلاسيك إلى الماركت كاب الإثريوم واحتلت عملة تيرا لونا كلاسيك المرتبة الثانية طبعا العملة بيصير سعرها تقريبا ثلاثة سنت أو ثلاثة سنت وثمانين مستحي نشوف عملة تيرا لونا كلاسيك بالمرتبة الثانية أو الثالثة أو الأولى طبعا حتى من الممكن نشوفها من مرتبة بالتوب تين أو التوب تونتي لكن من المستحيل نشوفها بالتوب فايف طبعا أنه العملة ما بتنتمي لمشروع أو ما بتنتمي للشركة معينة العملة بيديرها المجتمع هذا الشيء أصدقائي ما بيعطي قوة للعملة طبعا شفنا عمليات الحرق اللي صارت على عملة تيرا لونا كلاسيك هل رح يصير عمليات حرق أكبر وهل رح يتم حذف ستة رليون قطعة طبعا أصدقائي خليني نوضح شغلة في فرق بين الحرق وبين التقليص تقليص عدد القطعة أصدقائي ممكن يتم إزالة ستة رليون وتسعمية مليار قطعة ويتم عندي أربع مليار قطعة وطبعا توصل سعر العملة إلى نصف دولار هذا الشيء ممكن خلال يوم وليلة لكن أصدقائي هل رح يصير مليونير شخص يملك مليون قطعة أو مليون قطعة هل رح يصير مليونير طبعا إجابة هي لا إذا كنت تملك ألف دولار رح تبقى العملة عندك بسعر الألف دولار حتى لو صارت سعر العملة ألف دولار شو سبب أصدقائي أنه لما يتم عدد تقليص القطعة رح يتم التقليص أيضا من المحافظ طبعا لما بتم تحديث العملة وتحديث الشبكة وينزل التحديث الجديد وهو التحديث التقليص رح يتم تقليص عدد القطعة من كوين ماركت كاب والمنصات رح تعمل على تقليص عدد القطعة الموجودة بمحافظ المستثمرين ممكن المليون قطعة تصير ألف قطعة بسعر الألف دولار أو ألفين قطعة بسعر الألف دولار وبسعر العملة يصل إلى النصف دولار هذا يسمى تقليص لعدد القطعة طبعا إمتى أنا بصير مليونير إذا معي مليون قطعة مثلا إذا ارتفع الماركت كاب الخاص بالعملة لنفس الماركت كاب الخاص بالأثريوم وبترتفع العملة الثلاثة سنت أنت كل مليون قطعة تربح ثلاثين ألف دولار وطبعا حكينا من قبل أنه هذا الشي مستحيل أنه الماركت كاب الخاص بعملة تيرا لونو كلاسيك يتساوى مع ماركت كاب الخاص بالأثريوم لهيك الحل الوحيدة نشوف عملة تيرا لونو كلاسيك بالواحد دولار أو حتى العشرة سنت هو تقليص عدد القطع بصير العملة سعره واحد دولار أو عشرة سنت لكن ما بتستفاد شي من الارتفاع ممكن العملة تتفع بذاتها ترتفع عشرين ثلاثين خمسين بالمئة لكن ما بتصير للألف دولار الخاصة فيك مليون دولار أو مئة ألف دولار بتمنى الإجابة تكون واضحة نرجع من العيد للمرة الأخيرة تقليص عدد القطع يختلف عن حرق العملة حرق العملة بيحرقوا بكميات قليلة لكن إذا تم الحرق بكميات مثل ستة ترليون قطعة أو خمسة ترليون قطعة طبعا في محافظة نعرف أنه تملك مليارات القطع في محافظة نعرف تقليص عدد القطع إذا تم تقليص عدد القطع إلى العشر مليار أو العشرين مليار شو رح يصير مع الحوت اللي بيملك 2 ترليون قطعة؟ ها رح يتم القطع معه سيتم إطلاف عدد القطع الموجودة معه وأعطائه قطع بسعر العملة الجديدة طبعا إذا كان بيملك 2 ترليون قطعة بقيمة مليون دولار سيتم أعطائه تقريبا 2 مليون قطعة بقيمة 1 مليون دولار عملية حسابية بسيطة جدا أصدقائي طبعا الأحلام جيدة لكن الأحلام لازم ترسمها عن طريق العقل طبعا أصدقائي أغلب المستثمرين للقدامة بسوق العملات المشفرة بيعرفوا عملة صن عملة صن أصدقائي كان بسعر 30 دولار ترمج زيادة عدد قطع العملة لكن بدون تغيير في مرابح المستثمرين يعني أنا بملك ألف دولار أيقد القطع العملة على سعر 30 دولار خفضت سعر العملة إلى ثلاث سنت لكن المستثمر اللي بيحتوي محفظته على ألف دولار أو عشرة ألف دولار ما تم خسارة ولا دولار العملة زادت عدد القطع زادت المستثمرين من عدد القطع وساوت القطع القديمة أو ساوت قيمة القطع القديمة بالقطع الجديدة مثلا أنا بملك ألف دولار بعملة صن على قيمة 30 دولار نزلت سعر العملة إلى ثلاث سنت لكن تم زيادتي بعدد القطع حتى يساوي محفظتي بقيمة ألف دولار بهذه العملة طبعا عملة تيرا لونو كلاسيك زادت عدد القطع لكن ما زادت المستثمرين عدد القطع اللي تم زيادته زادته لا معروض لا تداول لو تم زيادة عدد القطع وإضافته إلى محافظ المستثمرين رح نشوف عملة تيرا لونو كلاسيك بهاي الأسعار لكن الشخص اللي كان بشتري بسعر 100 دولار حتى تظل نفس رأسماله ما خسر أي دولار عملة تيرا لونو عملة خطيرة للتخزين مدى بعيد حاليا عم نشتغالية مضاربة عم نربح منها شورت و لونغ بالأمس دخلناها صفقة شورت ربحنا 15% وخرجنا طبعا تعرفوا نحنا أخذناها بسعر الـ 4 صفار 3 إلى حد الآن عندي مربح تقريبا 4x طبعا خرجنا أربحنا اطلعنا من الصفقة واخدنا 2% عند الدعم عندها 22 هاي حركات أصدقائي أو هاي الدعوم والمقاومات لازم تعملها لما تعرف وين مقاومات العملة حاليا فشلنا بكسر الفيبوناتش الموجود أمامكم اللي هو الفيبوناتش 0.38 موجود عنده 46 حاليا عم نرجع نعيد اختبار 0.5 اللي هو عنده 38 عم نشوف اردداد واضح من الآن حاليا نستنى اقفال اليوم إذا تم الاقفال أعلى الفيبوناتش سيحتم كسر مقاومة التالية أصدقائي يمكنكم وصلنا على هذا الفيديو بتمنى الفيديو يكون مفيد وجاوب على كل الأسئلة الأشخاص اللي هم يسألونهم بالتعليقات دمتم بخير ورعاية الله مع السلامة دمتم بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر